سارتان شابة صينية ترعرعت في منزل أسرتها على الديانة المسيحية رغم ذهبها بانتظام إلى الكنيسة تقول إن أسئلة راودتها بقية طويلا دون إجابة وقال إن أسئلة راودتها بقية طويلا دون إجابة وما أنه يفعل أنه يفعل أن الله سيطر على كل مراتنا في عمر الخامسة والأربعين حدثها رجل من ماليزيا عن دين الإسلام نطقت الشهادتين عام 2004 في مسجد عبد الرحمن بالعاصمة الصينية شابة صينية لم يكن أحد من عائلتها قد علم بأمر الإسلامها بع تحاول جاهدتا أن لا يلاحظ أحدهم ذلك فخشيت حتى أن تغير طريقة لباسها رويداً غيرت طريقة لباسها ثم بدأت في ارتداء الحجاب خلصة حتى في شهر رمضان كانت تختفي بالساعات لتتمكن من الحفاظ على صيامها بعيداً عن انظار اسراتها طريقة لباسها ثم بدأت في الوصول انظار اسراتها ثم بدأت في الوصول قررت فيه سارة ان عليها اخبار الجميع بامر اسلامها حتى تتمكن من ممارسة عباداتها بكل حرية اختبار عصير نجحت في اجتيازه الى ان تقبلت والدتها حقيقة اسلام ابنتها وهي اليوم تساهم في الدعوة الى الاسلام اشتركوا في القناة